حسب آخر استطلاع للرأي في ألمانيا يبدو أن الحزب المعادل المهاجرين IFD البديل من أجل ألمانيا سيتحصل على 16% من الأصوات في حال إجراء انتخابات اتحادية الآن مبعوثة يورو نيوز فالغية زابريسكية استجوبت رئيسة الحزب فروكا بيتري المثيرة للجدل أحد الأسباب لصعود الشعبوية هو عدم الخوف من البوح بما يفكر فيه سياسيون الآخرون ولا يريدون تصريح به أليس هناك خطر في بعض الأحيان بقول أشياء لا يقولها الآخرون إذا كنا نؤمن بالحلول الناتجة عن الحوار المفتوح علينا أن نؤمن بأن النقاشات يمكنها أن تحل المشاكل لا أن تغطيها ونحن الألمان نحسن تعطية المشاكل والبحث عن التوافق والبحث عن اتفاق حتى قبل تعرض للمشكل أعتقد أن هذا هو السبب الذي جعل العديد من المواطنين لا يؤمنون في الأحزاب القائمة وكذا السياسيين لأنه أولا وبكل بساطة لا يشعرون بأن السياسيين يأخذونهم محمل الجد ثانيا لأنهم يشعرون أن هؤلاء السياسيين يخونونهم لأنهم لا يقولون لهم الحقيقة بالنظر إلى أوروبا حزبكم بدأ بردة فعل إزاء الأزمة في منطقة اليورو ومخططات الإنقاذ هل أنتم ضد الاتحاد الأوروبي؟ أعتقد أنه ما كان لدينا في الستينات والسبعينات وأوائل الثمانينات جعل أوروبا أكثر قوة من اليوم ومشروع اليورو وأيضا محاولة مشروع دستور الأوروبية أظهر أن غالبية الدول الأوروبية ليست مستعدة لتخلي عن سيادتها والتي أعتقد أنها على صواب وهذا هو الوضع السيدي وأنا لا أعتقد أننا سنساعد أوروبا كي تبقى قوية في عالم تنافسي إذا حاولنا أن نجعل كل شيء متساوين مثل الاشتراكية فالمشروع الاشتراكي في أوروبا الشرقية فاشل على ما يبدو في نهاية الثمانينات الآن نحاول أن ننسخ نفس الشيء في أوروبا ولن ينجح الأمر الآن لنتطارق مثلا للمهاجرين ودينتهم وطريقة تعاملهم مع المرأة ولكن أليس هناك خوف من أنكم تصنعون كبشة فداء؟ الإسلام أسس هذا الدين تتعارض مع الديمقراطيات ليست هذه أقوى الحزب البديل من أجل ألمانيا فقط الآن وقد بدأنا هذا النقاش ستجدين العديد من السياسيين يؤمنون تماما بهذا ولكنهم تجاهلوا المشكلة لسنوات لذا أعتقد أنه من واجبنا في ألمانيا أن نجعل المشكلة يظهر للعلن حتى نجد حلا نتفق كثيرا مع المسلمين العصرانيين الذين يودون العيش في ألمانيا والذين يشعرون أنهم ألمان ويريدون البقاء هنا أغلبيتهم تأقلم مع تقاليدنا لكن الذين يرفضون هذا عليهم أن يغادروا ألمانيا والعيش أين يحلو لهم في أوروبا ليس في ألمانيا هذا ما نقوله يمكنكم متابعة المزيد عن صعود التيارات الشعبوية في برنامج إنسايدر